موسيقى ملتقى الحوار الجاهزون لمعالجة اي مختنقة تواجه المسار السياسي موسيقى سرط اوغ دامس مكان انعقاد جاسة الثقة لم يحسن بعد موسيقى واشنطن ترد على تهديدات في العراق وتغير على مواقع في سوريا موسيقى من العنوي ننتقل الى التفاصيل مشاهدين اهلا وسهلا بكم ساعات قليلة وتنتهي المهلة المعطاة لتشكيلة حكومية تواجه تحديات جمة ونظرا لموقفها الدقيق والوضع العام الأدق أصدر أعضاء ملتقى الحوار السياسي لبي بيانا بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مشددين فيه على الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المعطاة لتشكيل الحكومة خرج أعضاء لجنة الحوار السياسي عن صمتهم مصدرين بيانا تضمن بنودا أربعة شدد فيها الأعضاء على ضرورة الالتزام بالمبادئ المتفق عليها لاختيار تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية وبمقتضى الشروط الموضوعة من قبل لجنة الحوار فإن اختيار الحكومة الجديدة مهمة كلف بها دبيبة وهي شأن يخصه وحده باستثماء التشاور مع المجلس الرئاسي لاختيار وزيري الدفاع والخارجية وأكدت اللجنة التزامها بتعهداتها وعدم مشاركتها في أي مشاورات جرت من هذا النوع كما أشارت في البيان إلى ضرورة احترام مراعاة التمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي وضمان مشاركة المكونات الثقافية وأهمية التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب بنسبة لا تقل عن 30% بيان لجنة الحوار السياسي أهاب بأعضاء مجلس النواب الالتئان على وجه السرعة لإتمام الاستحقاقات المطلوبة وشدد على أن ملتقى الحوار مستمر في أداء مهامه واجهز لمعالجة أي مختنقات تواجه المسار السياسي كما أكد على أن الرابع والعشرين من ديسمبر القادم هو موعد إجراء الانتخابات وهو الموعد السامي بالنسبة للجنة ومعنا ممن غازي عضو مجلس النواب الليبي سعيد مصطفى مغيب أهلا بك أستاذ سعيد قبل انتهاء المهلة المقدمة التي يجب أن يقدم فيها التشكيلة الوزارية أصدرت لجنة الحوار السياسي بيانا شددت فيه على عدم تدخل بالبيبة وعلى احترام المصار أو الخارطة المتفق عليها إلى أي مدى تعتبر أو تعتبر الوضع دقيق وخطير؟ بداية أحييك وأحيي متابعي نعم المرحلة حقيقة دقيقة جدا ويعني العقابات التي تواجه السيد البيبة يعني من ضمن الأشياء التي تتطلب أن يدفل جميع برأيه من ضمن هؤلاء لجنة الحوار أصدرت لجنة الحوار قالوا ما عندهم لكن يبقى للمنائة القرنمان الليبي وللمواضن الليبي بشكل عام له قول وله رأي خاص يعني إن طالبت الهيئة هيئة القرنمان بتقسيم عادل للوزارات في الحكومة القادمة التي يشكلها سيد البيبة هذا لا يختبر خطأ هذا من الأشياء التي تم الاتفاق عليها كذلك من حق المواضن الليبي يعني يعرف من هم المشخاص الذين سيقودون هذه المرحلة ويفترض أن تقدم ملفات كل من تم اختيارهم يعني الرقابة الإدارية ودوان المحاسبة لمعرفة تاريخ هذه الشخصيات حتى لا نقع في المحرور بمعنى أن نحن الآن مقدمون على حكومة يدفع باتجاه السيد البيبة ولم يؤلم عن أسماءها أمس ومن قدم الهيكلية فقط لا نعرف إلى هذه اللحظة من هم هؤلاء المزارات التي سيقودون هذه الحكومة وبالتالي يعني تدفع باتجاهها قد جلسها يؤلم في نفس الجلسة أن أسماء هذه الحكومة قد يقان في محظور وهو أن قد يكون هناك تنصير مع يعني مجموعة من النواب يمنحون الحكومة هذه الاستيقاء وبالتالي قد تكون أسوأ من حكومة سيد سراجبة معاني تدعية إلى هذه اللحظة ولكن ما هي المشاكل أو المخاطر التي تهدد تشكيل الحكومة اليوم؟ نعم هو وجود أول هو وجود سيد بيبة في طرابلس يعني واقعيا وعمليا طرابلس مزالة تحتها سلطة الميليشيات وتتحكم بها الميليشيات بالتالي إن أراد سيد بيبة يعني إرضاء هذه الميليشيات ومن يحرك هذه الميليشيات يحتاج إلى أن تكون حكومة من سبعين وثمانين وزير وهذه إشكالية نعم أو تكون حكومة أقل عدد وبالتالي تظلم بقية الأقديمة هو أقليم تزال وأقليم برداء الذي نصد للمبادرة على أن تكون تقسيم الوزرات عليهم بالتساوي نعم شكرا لك عضو مجلس النواب الليبي سعيد مصطفى مغيب كنت معنا من بنغازي جلسة مجلس النواب لمنح الثقة إلى الحكومة المنتظرة تتأرجح بين سرط وغدامس وساعات قليلة حاسمة تفصولنا عن تقديم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد تبيبة تشكيلته لينال على أساسها الثقة ثلاثة أسابيع لم يتبق منها سوى 24 ساعة ليقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد تبيبة تشكيلته الحكومية ويحيلها إلى مجلس النواب لمنحها الثقة رباعي السلطة الانتقالية الجديدة يقف مكتوف الأيد أمام أول امتحان مع تسمية حكومتهم في ظل تسريبات تتعلق بتعرضها إلى ابتزاز بهدف الحصول على مناصب عليا مجلس النواب المنقسم يستهلك وقتا آخرا من دون الاتفاق على مكان عقد جلسة منح الثقة هذه هي باختصار المشهدية السياسية في ليبيا فما هو مصير الحكومة المرتقبة ومتى الولد مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية في ليبيا دعت مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة وكانت البعثة الأممية عقدت اجتماعا برئاسة مشتركة ضمت كل من الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستعراض التقدم الذي أحرز والجهود التي تبذلها السلطة الفيدرية الموحدة الموقعة وللنظر في سبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود مسارات على تعدادها وتنوعها تنتظر إشارة من النواب وولادة حكومة طال انتظارها بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي ليبيا وحماية وتأمين الحدود وإخراج المرتزقة من جميع مناطق ليبيا أبرز الأهداف التي حددها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد بيبة حددت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد بيبة 12 هدفا ستعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول ديسمبر المقبل كما تقرر في خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة جاءت السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وحماية وتأمين الحدود وإخراج المرتزقة من جميع مناطق ليبيا على صدارة تلك الأهداف وشملت قائمة الأهداف أيضا تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين الأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة والإدارة الرشيدة للموارد العامة وخفض الإنفاق الحكومي وتمكين المؤسسات المحلية والبلديات من ممارسة مهمها كرامة الليبيين وحوقهم وهمتهم هي الأساس عندهم ولابد من التعامل ودعمها وطبعا الوقت هو هذا اللي بنقوله إن شاء الله اللي بيجوه بعدنا في الانتخابات أو المنتخبين من الشعب يكونوا أفضل منه ويكملوا النسير إن شاء الله وجاءت مكافحة الفساد وإهدار المال العام في المرتبة التاسعة ضمن الأهداف التي ضمت أيضا إطلاق مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب وإطلاق مصالحة وطنية شاملة تستند على مبادئ العدالة الانتقالية ونشر ثقافة العفو والتسامح بالموازات مع تقص الحقائق وجبر الضرر والعودة الآمنة والكريمة للمهاجرين والنازحين أما بشأن التشكيل الحكومي قالت بيبة أنه لديه أملا كبيرا ووعودا بأن يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية نتأمل أننا قدمنا اليوم الملف لشكلية وتكوين هذه الحكومة وأعتقد أن نأمل من هيئة الرئاسة في المجلس النواب أن يتعامل معها وفق بأسرع ما يمكن عمله مؤكدا أنه وضع في الاعتبار الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات على رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ختام تصريحاته سيكون السلام شعارنا والمشاركة أسلوبنا وازدهار المواطن وتحسين جودة الخدمات هدفنا وتحقيق التداول السلمي على السلطة من خلال دستور وانتخابات وجهتنا إذن يستعد رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد تبيبة لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على البرلمان وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى يستعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبد الحميد تبيبة لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على رئيس مجلس النواب عقيل صالح لمنحها ثقة قبل انتهاء المهل المحدد اليوم ويأتي ذلك وسط تكهنات بأن التشكيلة التي سيعرضها تبيبة ستمنح الأغلبية للعاصمة ترابلس خاصة الوزرات السيادية وهو ما قد ينظر بأزمة بين النواب ورئيس الحكومة وقد أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي أن رئيس البرلمان المستشار عقيل صالح اشترط أن تكون التشكيلة الحكومية متوازنة تضم أسماء من كل الأقاليم في الشرق والغرب مشددا على أهمية أن تكون مدينة سرط عاصمة موقتة للسلطة التنفيذية بدلا من ترابلس وأوضحت درسي وأنه إذا أصبحت ترابلس مقرا للسلطة التنفيذية الجديدة فسنعود للمربع الأول وأضاف أنه إذا أرادت هذه الحكومة النجاح فعليها من دون تردد اختيار سرط لتكون مقرا للسلطة التنفيذية القادمة وغير ذلك سيكون مصيرها مثل سابقتها من جهته أوضح المحلل السياسي فارش فركاش أن ما يشترطه رئيس البرلمان حول ضرورة عمل السلطة التنفيذية من سرط أمر لا تنص عليه خارطة الطريق صراحة ولم يأتي ذكرها أيضا في أعلان القاهرة وهو أمر سيكون جدلي وسيشكل أحد العقبات أمام منح الثقال الحكومة في غضون ذلك فإنه إذا لم يصوت البرلمان الليبي بالموافقة على التشكيل الحكومية التي سيقدمها دبيبة فسيتم بط الأمر في ملتقى الحوار السياسي وذلك بحسب ما ذكره عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركي الذي أوضح أن البتة في الأمر لا يعني عرض تشكيلة الحكومة على الملتقى للقبول أو الرفض ولكن ينعقد الملتقى لحل الأزمة التي أدت لتعذر منح الثقاء ومعنا من تونس عضو مجلس النواب الليبي جبريل أحيدة أهلا بك أستاذ جبريل كان من المطلوب من دبيبة أن يقدم التشكيلة الوزرية إلا أنه قدم مسودة أو تصور إذا أمكن القول هل تعتبر ذلك إخفاقا لدبيبة وما هو السبب في ذلك ربما هو سكتيك يعني الآن شبه يعني مع التبايب بتواصل دبيبة مع ممثلي الدوائر أو النواب وقد ربما قد طبحت ملامح حتى الشخصيات هي تم ترشيل عدة شخصيات من الدوائر يعني هذا شيء واضح وهو سيختار من بينها إذا الشخصيات يعني شبه معروفة وهو الآن ربما قدم الهيكلة فقط بدون تخديم الإسماء لربما خوف من يعني العرقلة والتشويش أو الأمور التي نراها الآن للأسف الآن نرى بعض التشويش على منح سيقى الحكومة ولكن إن شاء الله ستمنح السيقى لهذه الحكومة بإطلاقاتنا أو بأخرى لماذا لم يحسن بعض حتى الآن مكان إنعقاد جلسة مجلس النواب هي جدلية قائمة منذ فترة ولكن نتمنى أن تتوفر حكمة لدى رياس مجلس النواب أن تعقد الجلسة في مدينة غير جدلية يأتي إليها الجميع أعتقد غدامس مؤهرة لذلك اجتمع فيها صادقة من أكثر 120 نائب واجتمعت والتاهمت فيها لجنة 5 زائد 5 المدن المطروحة ربما الآن التي سوى طبرق أو بنغازي أو ضرابلس أو سيرت هي جدلية إلى حد ما كثيرون لهم أسبابهم بأن لا يأتي إلى هذه المدن نعم إذن بمجر الصغير كيف ترى الأجواء قبل انتهاء الساعات المقبلة أعتقد أنه في الأخير ستعقد جلسة لمجلس النواب بنصاب كامل وستمنح ثقة لهذه الحكومة نعم شكرا لك عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة كنت معنا من تونس بدورها مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا دعت مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة معلنة عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبإنجازه المتمثل في اختيار سلطة تنفيذية جديدة موقتة وموحدة ومن المغرب أعلن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقل صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريتا أن جلسة منح الثقة للحكومة الموقتة ستكون في السرط ولكن في حال تعذر عقدها ستنقل إلى المقر الرئيسي للبرلمان في طبرغ نحن لا تمنى أن تحصل هذه الحكومة على ثقة مجلس النواب إن قدمت بطريقة ما نحن نريد نحن نريد أن تكون حقيقة حكومة مصغرة أيضا حكومة من ذوي الكفاءات بدون مطامة معينة ولكن نظل نتمسك في هذه المرحلة في ليبيا هي مسألة تسوية بين أطراف الخصومة يعني ما يصحش أننا بنقوله كفاءات ومن منطقة واحدة فقط لأن هناك خلافات يجب الجميع أن يشارك في السلطة وتم تسوية حتى نقرج نحن من هذا النفق في المصار الدستوري وعلى الرغم من اتفاق وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تنظيم الاستفتاء على مسودة التستور قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل إلا أن المفوضية العليا للانتخابات تستبعد ذلك لأسباب تقنية تستبعد المفوضية العليا للانتخابات إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر حتى وإن تم التصويت عليها بنعم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أكد أن هذه العملية تحتاج إلى إحدى عشر شهرا كمرحلة تمهيدية تل المرحلة الانتقالية لأتماد الدستور الجديد وتنفيذه أما إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بلا فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى بحسب ما لمح إليه السايح وهذا ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 أمرا مستحيلا من الناحية التقنية إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات حسب قوله والخيار الأخير يرفضه المجلس الأعلى للدولة وفئة من النواب يفتح المجال للطعن مستقبلا في شرعية ودستورية الانتخابات يقول السايح إن المفوضية لم تتسلم من مجلس النواب حتى الآن قانون للاستفتاء على الدستور رغم انتهاء مهلة الستين يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي للجنة الدستورية الليبية ويوضح السايح أنهم بانتظار قانون انتخابات معتمد من مجلس النواب حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أنه لا يتم تسليم قيادة الجيش إلا إلى رئيس المنتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي وشدد المحجوب على أن مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد يعبر فيها الشعب الليبي عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر مشيرا إلى أنه طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة أرسل قائد عملية إيريني البحرية الأوروبية عشرين تقريرا إلى الأمم المتحدة حول أنشطة غير قانونية في ليبيا مؤكدا أن ليبيا في مرحلة حاسمة اليوم كشف قائد عملية إيريني البحرية الأوروبية فابيو أغوستيني عن إرسال عشرين تقريرا إلى الأمم المتحدة واللجنة الخبراء حول وجود نشاط غير قانوني محتمل في ليبيا وأشار أغوستيني إلى حصيلة عملها منذ أبريل الماضي بتفتيشها ست سفن ومراقبة حوالي ألفين سفينة ومائة وخمسين رحلة جوية وأوضح قائد إيريني أن ليبيا في مرحلة حاسمة اليوم حيث ينتظر تشكيل حكومة انتقالية في الأيام المقبلة مشيرا إلى أن أعضاء فريق عمليته يراقبون ما يحدث في البحر والجو وعلى الأرض وهم مستعدون لطلق أي نوع من أشكال الدعم الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحول وقف الهجرة غير الشرعية بين ليبيا وأوروبا اقترح أوضح طريقة للتخلص من هذه الأزمة عبر المساعدة على تفكيك الشبكات التي تتاجر بالبشر كما من خلال تدريب خفر السواحل الليبي وتأسف قائد إيرني للشلل السياسي في ليبيا وهو معرق لا بدأ مهمتهم في هذا المجال لكنه أكد ثقته من أن تطورات في ليبيا في المستقبل القريب ستسمح بتحقيق نتائج كثيرة في هذا المجال مشيرا إلى ضرورة حل مشكلة وجود مرتزقة والقوات المسلحة غير الشرعية أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد البيبة أن علاقة حكومته مع تركيا متميزة واصفا أنقرة بأنها شريك اقتصادي وليبيا تدعم هذه الشراكة وأشارت البيبة إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع تركيا تخدم المصالح الليبية كما شدد على أن علاقة ترابلس بأنقرة ستكون في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول رأت المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز أن الأطمع حول السلطة الجديدة في ليبيا تزداد وكذلك ابتزاز رئيس الحكومة الجديد في الوقت الذي من المفترض أن تشكل في حكومة الوحدة الوطنية خلال المدة التي حددتها البعثة الأممية تزداد التحديات أمام رئيسها عبد الحميد دبيبة وهو ما أكدته المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني ويليامز خلال حديثها مع جريدة الشرق الأوسط وقالت إن لدى الحكومة الليبية الجديدة فرصة كبيرة في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل وتنفيذ خارطة الطريق المنبطقة من الحوار الليبي لفتة إلى وجود تحديات وأن التحدي الأكبر هو شهوة السلطة والثروة الموجودة لدى البعض ويليامز أضافت إن قوة الحكومة في ليبيا وضعفها أمران نسبيان فالحكومة الحالية تحظى بسلطة في مساحة لا تتجاوز ماركاسترابلوس لكن في الحكومة الجديدة هناك رئيس وزراء سافر في كل ليبيا والعالم وتابعت أن هناك ممثلون في الشرق ضمن حكومة دبيبة كما أن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وافق على الترتيبات الجديدة كما أن رئيس مجلس النواب عقيل صالح سيدعم الحكومة أي أن القوى الفاعلة لا تعارض ما يحصل كما أن هناك دعما من المجتمع الدولي والدول الأقليمية لها لذلك هناك فرصة أكبر من السابق لنجاحها وتحقيق أهدافها أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب والأكاديميون في تحقيق مصالحة وطنية شاملة في المرحلة القادمة وشدد على ضرورة الاستعان بالكفاءات وأخذ الاستشارات من الخبراء في جامعة طرابلس من حملة المؤهلات العلمية جاء ذلك في زيارة قام بها المنفي ونائبه موسى الكوني إلى جامعة طرابلس بدوره أكد الكوني الحرص على التواصل مع الجامعات الليبية للاستفادة من مخزون الخبرات الاستثنائي لخروج ليبيا من أزمتها إلى جانب عنصر الشباب لا تزال المرأة الليبية تسعى للحصول على مزيد من حقوقها في صنع القرار الاتحاد الأوروبي يطلق مشروع فاعلة تعزيزا لإدماج المرأة في الحياة العامة في ليبيا تبقى معاناة المرأة مضاعفة إثر الصراع الدائر وهي لا تزال تتحمل عاطق المسئوليات والتحديات لكن على الرغم من ذلك تبقى العوائق الاجتماعية والثقافية تحول دون تبوء المرأة الليبية مكانة تليق بها انطلاقا من هذا الواقع أطلق الاتحاد الأوروبي مشروعا جديدا يهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تحت اسم فاعلة وقال الاتحاد في العام 2011 لعبت النساء دورا كبيرا في الاحتجاجات الشعبية للانتفاضة ومع ذلك فإن مشاركتهن في الحياة العامة واتخاذ القرارات العامة والأسيام في إطار عملية السلام والحوار السياسي تظل محدودة ففي منتدى الحوار السياسي الليبي البالغ عدد أعضاء 75 شخصا لم يكن ضمنه سوى 17 امرأة فيما تمثل الوزيرات أقل من 6% من الحكومة الليبية المشروع تبلغ تكلفته 1.1 مليون يورو وسيجمع القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني مع نساء من جميع أنحاء ليبيا لإنشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني ومماثلي القطاع الخاص وصناع القرار بهدف الدعوة إلى أشراك النساء في المناصب القيادية وفي خلال فعليات تدشين المبادرة قالت رئيسة قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنه يمكن للناشطات ذوات الخبرة في المجال السياسي وحقوق الإنسان أن تلعب دورا في عملية السلام وخصوصا في الحوار حول المصالحة والمساءلة ولفتت إلى أن مخرجات مؤتمر برلين تججع على المشاركة الكاملة والفعالة والهدفة للنساء في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل أي جهد في دعم تمكين المرأة في ليبيا فاصل قصير ونعود لمتابعة النشرة وفيها الاتصال بين المشيشي والسعيد خطوة في الاتجاه الصحيح عودة لمتابعة النشرة وصفت الحكومة التونسية لاتصال بين رئيسها ورئيس الجمهورية قيس سعيد بالخطوة الإيجابية ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإصدار عفو عن المعتقلين وصفت الحكومة التونسية الاتصال بين رئيس هشام لمشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بالخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح وقال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التساوي إن المكالمة هذه انطلقت من حدث جزئي يمكن أن يلقي بذلاله على عامة الشعب الذي يحتاج إلى ما يجمعه كما سهمت في كسر الحاجز النفسي الذي وجد في الأوينر الأخيرة بين الجانبين وكان لمشيشي قد توجه بالشكر إلى سعيد في اتصال هاتفي إثر استجابة أمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني لدعوة وجهة إليه بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن التونسي فخر الأندلسي وتأجيله مع النظر في عقوبة بديلة وفي السياق طلب وفد ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الحكومة بإصدار عفو خاص عن كل من شملتهم المحاكمات على خلفية الاحتجاجات الشعبية كما أعربت الرابط عن استيائها من إصرار الحكومة على التعاطي الأمني الذي وصفته بالفج مع الاحتجاجات الشبابية وتواصل حملات التوقفات العشوائية قتل شخصان خلال الاترابات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في النيجر بعد فوز مرشح السلطة محمد بازوم وأعلن وزير الداخلية توقيف 468 شخصا منذ الثلاثاء الماضي الجيش الأمريكي يرد على تهديدات الموجهة إلى قواته في العراق ويستهدف مواقع تمركز جماعات مدعومة من إيران في الشرق السورية في المقابل أكد وزير الخارجية روسي سيرجيلا فروف أن واشنطن لم تبلغ موسكو نيتها شنغارات على سوريا إلا قبل أربع أو خمس دقائق من شنها ومثل هذا الإختار غير مفيد شن الجيش الأمريكي غارة على منشآت في شرق سوريا تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ذكرت أن بتوجيه من الرئيس جو بايدن ردت القوات العسكرية على الهجمات الصاروخية الأخيرة على مواقع للقوات الأمريكية في العراق والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد وقال البنتاجون أن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران ومنها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وكشف وزير ديفالويد أوستن أن الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخباراتية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة إلى ذلك دانت روسيا الضربة على سوريا واعتبرتها انتها كان غير مقبول للقانون الدولي كونها استهدفت أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي أول اتصال له مع العهل السعودي يؤكد على الشراك المستدام بين البلدين يأتي ذلك وسط توقعات تشير إلى نشر تقرير استخباراتي أمريكي حول قتل الصحفي جمال خاشقجي أجر رئيس الأمريكي جو بايدن أول محادثات له مع العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه سدة الرئاسة وذلك في اتصال هاتفي يتوقع أن يعقبه نشر تقرير استخباري أمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي وجدد بايدن تأكيد على الشراكة المستدامة والتاريخية بين البلدين الحالفين كما شدد على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون وفي هذا الإطار أشار بيان الرئاسة الأمريكية إلى أن بايدن رحب بالإفراج أخيراً عن عدد من النشطاء الأمريكيين السعوديين وتطرق إلى التزام بلاده دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنها مجموعة متحالفة مع إيران بدوره العاهل السعودي شكر رئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وكانت أعلنت إدارة بايدن أن الإصدار المرتقب للمعلومات الاستخباراتية بشأن مقتل خاشقجي سيكون خطوة نحو المساءلة باتجاه الشفافية وعن تأثير الموضوع على العلاقة مع السعودية قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بايدن سيراجع تلك العلاقة بأكملها للتأكد من أنها تعزز مصالح الشعب الأمريكي وتعكس قيمه نتابع النشرة بعد فصل قصير وفيها لاجئ سوري إلى عضوية البرلمان الألماني أهلا بكم من جديد لاجئ سوري أو بعد سنوات من عبور البحر في قارب مططي يسعى لاجئ سوري إلى الفوز بعضوية البرلمان الألماني منذ نحو ست سنوات حملت الأمواج القارب المططي الذي كان يقل طارق العوس عبر بحر إيجي قبل أن يضع أقدامه على البر ويقطع معظم المسافة سيراً على الأقدام من أثناء إلى فيينا والآن يخض المهاجر السوري الذي فر من التجنيد في بلاده غمار محاولة الفوز بمقعد في البرلمان الألماني إذ يعتزم العوس ترشح عن حزب الخضر في منطقة اشتهرت باستخراج الفحم في السابق غرب ألمانيا في الانتخابات التي ستجرى في السادس والعشرين من سبتمبر لكنه ينتظر أولاً الموافقة على طلبه الحصول على الجنسية الألمانية بحلول ذلك التاريخ ويقول الحزب أن العوس سيصبح أول لاجئ في البرلمان الاتحادي وعندما وصل إلى ألمانيا في العام 2015 استفق العوس على صدمة كانت بانتظاره متمثل بسرير في صالة الألعاب الرياضية مع ستين لاجئ حيث منع من العمل وتعلم اللغة الألمانية إلا أنه استطاع بنفسه تعلم اللغة من خلال وضع القوانين لألمانية تطبيق ترجمة كوجل على هاتفه المحمول وقدم العوس بعض النصائح المتعلقة بالمهاجرين معتبراً أنه آن الأوان ليكون لهؤلاء الناس الذين هم جزء من المجتمع صوت في شؤون السياسة وأحداث تغيير في أوضاعهم ونبقى في ألمانيا لكن مع قصة مختلفة شقيقان من أصل لبناني يعيشان في ألمانيا يطمحان في تمثيل لبنان في الألعاب الأولمبية لا يجد الشقيقان اللبنانيان باسل وعلي خشاب الذين يحملان أيضاً الجنسية الألمانية ويتطلعان للمشاركة في أولمبيا توكيو مشقة في تنفيذ الحركات الصعبة لرياضة التزلج التي تدخل المعترك الأولمبي كرياضة تنفسية للمرة الأولى لكن المشكلة تتكمن في العثور على مكان لممارسة الرياضة والتدريب عليها ومن المفارقات العجيبة أنه في بلد به ألاف المتزلجين في كل مدينة لا يوجد في ميونيخ عاصمة جنوب ألمانيا منشأة واحدة مغلقة لممارسة التزلج الشقيقان شاركا في مصابقات في جميع أنحاء ألمانيا على الرغم من أن المعايير عالية للغاية ونتيجة لذلك يتمتعان بميزة على المتزلجين من لبنان الذين لا تتوافر لهم حتى حضائق للتزلج هناك حاجة حقيقية للخبرة ولخوض منافسات بمستوى معينة والقدرة على التعامل مع الضغوط في الألعاب الأولمبية وبالأرقام تمكن الإخوان حتى الآن من جمع ما بين ثلاثة وعشرين ألفا من ثلاثين ألف يورو يحتاجانها عبر حملة تمويل جماعي وبدعم إضافي من رعاه ويأمل في تشغيل قاعة التزلج المغلقة بحلول أبريل المقبلة يقول باسل إذا نجحنا في إنشاء صالة للتزلج هنا وربما نحقق بعض النجاح في الألعاب الأولمبية نتمنى حينها إقامة حديقة التزلج في لبنان ولو أمكن بشكل خاص في مدينتنا الأم بيروت ووفقا للجنة أولمبياد توكيو 2020 سيتنافس في بادي الأمر عشرين متزلجا في أربع مجموعات كل مجموعة منها تضم خمسة رياضيين وسيصعد الثمانية الأوائل إلى النهائيات يأمل باسل وعلي أن يكون من بين هؤلاء وأن يجعل الأصدقاء والعائلة فخرين بمشاهدتهما من المنازل في بيروت وميونيخ والآن إلى الصفحة الاقتصادية معيارة مساء الخير مساء الخير كارلا كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم الاعتمادات الممنوحة لتجار وأصحاب شركات ومنشآت عامة وخاصة خلال الفتر ما بين ثالث من يناير الماضي وحتى الرابع والعشرين من فبراير الجاري وشملت المعلومات مئات الأصناف أبرزها الحديد، السمنت، المواشي، اللحم المجمدة والمواد الصناعية بالإضافة إلى سلع أساسية غذائية وهواتف أقالة وشاحنات رست ناقلة نفط خام على أرصفة ميناء الحريق النفطي الذي تشغله وتشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط وستشحر ناقلة مليون برميل نفط خام من دون ذكر وجهة التصدير وكانت الفرق الفنية التابعة للخليج العربي قد ناجحت الفترة الماضية في تصدير مليون برميل نفط خام أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن استلام شحنة قطع غيار لمحطات التوليد مصرات وجنوب طرابلس والزاوية وأوضحت العامة للكهرباء أن قطع الغيار مقدمة بناء على مذكرة التفاهم الموقع بين شركة الكهرباء ومؤسسة النفط وشركة أني هوات عملة بيتكوين المشفرة بما يصل إلى 6% لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين وأدى طراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد ومبيعات في الأصول العالية المخاطر ونزلت أكبر العمولات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولار قبل أن تعوض بعد خسائرها تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي بالإضافة لتوقعات أشارت إلى زيادة في المعروض مع عودة أسعار النفط لمستويات قبل جائحة كورونا تباينت أسعار العمولات الأجنبية أمام الدنار الليبي في تعاملات اليوم ما بين الارتفاع والانخفاض وماذا في البرصات العالمية؟ نهاية الأخبار الاقتصادية والآن نبقى مع صفحة رياضية تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم دعما من شخصيات رياضية عربية ودولية بعد قرار رفع الحذر عن الملاعب الليبية الذي أصدره الكاف يوم أمس معتبيرين ذلك خطوة لعودة الحياة للملاعب الليبية ورفع المعاناة عن الأندية والمنتخبات الليبية خلال مشاركاتها الخارجية علق عدد من الصحفيين حول قرار رفع الحذر عن الملاعب الليبية مشددين على ضرورة الإسراع في إنجاز الملاحظات الفنية التي طالب بها الكاف لاحتضان المباريات على ملاعبنا قرار ممتاز وقرار جيد وبشرة خير عن الرياضة الليبية والكرة الليبية وهي فرصة للأندية والمنتخب الوطني أن يلعب على ملاعبه وأمام جماهيره كاف رفع الحذر ولكن هناك شروط عديدة جدا نأمل من الاتحاد الكرة القدم والسلطات المحلية كافة المؤسسات المتعلقة بالرياضة أن تعطي قليل من الاهتمام لهذه المرافق الرياضية ذكرت مصادر خاصة لقناة الوسط أن ملعب ترابلس الدولي سيدخل للصيانة من أجل تجهيز لاحتضان مباريات منتخباتنا وأنديتنا وفق الشروط التي طالب بها الكاف موضحة أنه سيتم تغيير أرضية الملعب من العشب الطبيعي إلى العشب الإصطناعي أخيرا استقال المهاجم الدولي السابق لمنتخب فرنسا تيري هيناري من تدريب فريق مونتريال إمباكت المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم لأسباب عائلية وبدأ هيناري مسيرته التدريبية عام 2018 مع نادي موناكو الفرنسي بعد عامين قضاهما كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا ومن الرياضة ننتقل إلى أحوال الطقس مع ستيسي مساء الخير وأهلا بكم طقس غائم جزئيا إلى مشمس مع تعديل بسيط في درجات الحرارة يسيطر على أجواء ليبيا بشكل عام وفي الانتقال إلى درجات الحرارة سنقوم بجولة على بعض المدن الليبية والبداية مع العاصمة ترابلس مع 21 درجة البيضاء 16 بين غازي تسجل 20 درجة سر 21 مصرات 20 درجة تبرق غائمة جزئيا مع 18 درجة ونالوت غائمة جزئيا أيضا مع 18 درجة والآن الحرارة في غات تسجل غات 21 درجة سبه 21 هون غائمة جزئيا مع 19 درجة تزرب 23 الكفرة 22 في الجغبوب السماء قليلة تتصحب مع 20 درجة وفي غدامس السماء مغطاة جزئيا مع 20 درجة نتمنى القيادة بحذر خصوصا في المناطق التي تشهد انخفاضات جوية وهذه كانت جولتنا على الأحوال الجوية في ليبيا والآن جولة على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والأوروبية ترجمة نانسي قنقر هذا كان كل شيء في النشرة الجوية إلى اللقاء في الختم نذكركم بموقعنا الإلكتروني الوسط.لواي شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر